طريقة عمل كنافة بحلوة الأحلام طبقة من الكنافة وطبقة من حلوة الأحلام الجميلة بنكهات مميزة وطريقة جديدة خالص الطريقة جديدة أول مرة هتشوفوها وإن شاء الله تعجبكم وأتمنى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة أول حاجة هنعمل العسل بتاع الكنافة هنعمله بطريقة سهلة جدا هنحتاج كبايتين من السكر الكباية اللي هنستخدمها هي كباية الشاي العادية وهنضيف عليها كباية واحدة من المياه وهنعصر عليهم نص لامونة ومش هنقلبهم خالص ولا هنحط فيهم معلقة أبدا هنحطهم على النار على العين الصغيرة وهنسيبهم لحد ما يغلو أول ما يغلو نعد خمس دقايق بالضبط بعد كده نطف النار ونسيب الشربات يبرد خالص بدون ما نقلبه ولا نقرب ليه أبدا ودي الكنافة أنا جبته نص كيلو وحطيته في الفريزر زي ما هو كده أقل حاجة خالص أقل مدة تدخلوه الفريزر هي ثلاث ساعات ممكن طبعا أكتر من ثلاث ساعات يعني ممكن ليلة كاملة بس أقل مدة هي ثلاث ساعات بعد كده هنحط الكنافة في طبق كبير ونفرقها بأدينا لحد ما تتهري وتنعم خالص وفيه طريقة تانية أننا نحطها في الكبة ونطحنها في الكبة بعد كده بنضيف على الكنافة الزبدة أو السمنة السايحة كمية الكنافة دي اللي هي نص كيلو بتاخد كباية أو 150 ملي من الزبدة أو من السمنة وهنقلب الكنافة بالزبدة أو بالسمنة السايحة دي لحد ما تتغلف كلها كويس جدا بالسمنة دي أهم حاجة إنها تتغلف كلها بعد كده هننقلها في حلة عشان هنحمرها على البتجاز وممكن كمان نفرضها على صوج الفرن ونحمرها تحت الشوية مع التقليب المستمر ولو عندكم قلاية هوائية بتتعمل في القلاية الهوائية بسرعة وبسهولة جدا أنا بحطها على البتجاز على العين اللي في النص اللي هي الكبيرة على نار متوسطة وبفضل أقلب فيها باستمرار لحد ما توصل للون الدهبدة وأهم حاجة في التقليب إن هي تتقلب باستمرار وكمان نقلبها من جوانب الحلة عشان ما تتحرقش وأول ما نشيل الكنافة من على النار يعني وهي سخنة بنضيف لها الشربات البارد أنا استخدمت نص كمية الشربات عشان عايزة الكنافة تكون للضايت يعني تكون خفيفة لو أنتوا بتحبوا الكنافة مسكرة حطوا كمية الشربات كلها والشربات طبعا بيكون بارد دلوقتي هنشوف إزاي نعمل حلوة الأحلام أو الحلوة اللي بنحطها تحت الكنافة معنا 3 كبايات من الحليب والحليب ده يدوبه دافي كل كباية من دول 200 ملي يعني كمية الحليب 600 ملي هنحط اللبن الدافي ده في الخلاط وممكن كمان نستخدم الهند بلندر وهنضيف عليه 3 معلق كبار من أي عصير بودر عندنا أي نكهة تحبوها ده نكهة الخوخ ممكن كمان تستخدمه نكهة البرتقان أو نكهة المنجا وكمان نكهة الأناناس بتكون جميلة جدا يعني لكل كباية اللي هي 200 ملي من اللبن معلقة كبيرة من العصير البودر وهنضيف كمان 3 معلق كبار بس ممسوحين من بودرة الجيلاتين الجيلاتين الغذائي بس أهم حاجة إن الجيلاتين يكون نوعه كويس يعني لكل كباية من اللبن اللي هي 200 ملي معلقة ممسوحة من الجيلاتين وهنخلط المكونات دي مع بعض في الخلاط لمدة ديئتين كاملين لحد ما تتكون رغوة على وش الخليط بالشكل ده دلوقتي هنشوف إزاي هنقدم الكنافة بطرقتين مختلفتين هنجيب صانية الصانية دي الجانب بتاع حواطي شوية وهنحط فيها كمية من الخليط اللي خلطناه بالخلاط وهندخل الصانية دي في التلاجة لمدة ساعتين ولو مستعجلين يبقى في الفريزر لمدة ساعة لربع والطريقة التانية اننا نجيب كاسات او كبايات ونحط في الكاس او في الكباية نصها من الخليط اللي خلطناه بالخلاط ده وبرضو ندخلهم بالتلاجة لمدة ساعتين او الفريزر لمدة ساعة لربع بنلاحظ بعد المدة دي ان الخليط ده جمد بقى شبه الجلي او المهلبية بعد كده بنحط الكنافة فوقه وممنوع ان انتو تحطوا الكنافة تحت والخليط ده فوق لان لو حططوه هو سايل فوق الكنافة الكنافة هتشربه وهيكون شبه العجينة نحط كده جزء من الكنافة فوق الخليط ده كطبقة تانية ونضغط عليها بالمعلقة ممكن تتزين بالكريمة بس طبعا بتكون تقيلة شوية هي كده بتكون خفيفة جدا وطعمها كمان حلوي جدا وكمان بتتماسك مع بعضها لانها مسئية بالشربوت ودي كده طريقة التقديم الاولى الطريقة التانية بقى هنجيب الكسات طبعا طبقة الحلويات دي جمدت بقت زي برضو المهلبية او زي الجلي برضو نحط طبقة فوقها من الكنافة ونضغط علي الكنافة بمعلقة صغيرة كده عشان نساوي سطح الكنافة ممكن برضو تتزين بالكريمة من فوق او الفواكه المجففة انا حطيت عليها من فوق كريز وممكن كمان فواكه عادية وممكن كمان كريمة وفراولة بتكون حلوة جدا وكده خلاص عملنا كنافة الاحلام طعمها جميل جدا وكمان شكلها حلو جدا تنفع في العزمات طريقة مختلفة تماما للجنافة وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم